دلوقتي على الماشين يعني هيبقى معنا كده جزء العمل شوية مع بعض. هنتكلم دلوقتي على الماشين زي ما قلنا يا جماعة ان عملية ان احنا نعمل ماشين موضل اه بالزبط كده يا دكتور فاتي. اه بيبقى شكله غامق شوية كده لونه اسود اكتر من التاني اه بالزبط. طيب الماشين ليرنين بايبلاين اه ان عملية الماشين ليرنينج اه ان انا ابيلد الموضل بتاعي في الماشين ليرنينج بيتم على اكتر من خطوة. فا اول حاجة ببدأ ان انا افورميوليت البزنس بروبلم بتاعتي. هل الماشين ليرنين بروبلم دي? هل اصلا البروبلم اللي عندك ماشين ليرنينج ولا لأ? ولو اللي عندك ينفع تتحل بالكلاسيكال بروغرامينج لانجوتش العادية عبارة عن لو سمحت اعملها عن طريق الكلاسيك لان ليه ما نستخدمش الماشين ليرنينج? الماشين ليرنينج يا جماعة بطبيعته بياخد وقت طويل عبار ما تقدر انك انت تطلع بموضل. فده بيكون مكلف وبياخد وقت طويل. والمينتنينز كمان بتاعه ما بيكونش اسهل حاجة. فلو البروبلم عندك ينفع تتحل بالكلاسيكال بروغرامينج لانجوتش عن طريق سيتوف رولز لو سمحت اشتخدم الكلاسيكال بروغرامينج لانجوتش. لكن الموضوع لقيت فيه اه فيتشيرز اكتش. واضحة جوه البيزنس بروبلم بتاعتك. لأ ساعتها استخدم الماشين ليرنينج بس خلي بالك. لازم تتأكد كمان ان عندك ديتا كافية لان الماشين ليرنينج موضل بتاعك يقدر يتعلم عليها. طيب بما ان احنا آآ بدأنا ان احنا خلاص قررنا ان احنا هنشتغل ماشين ليرنينج. اول الحاجة لازم ابدأ افكر فيها هي الديتا. هل الديتا موجودة ولا لا? هل الديتا متاحة ولا لا? طيب. آآ هل الديتا ديت فعلا بتريبريزنت البزنس بروبلم بتاعتي وبتريبريزنت كل السيناريوز جوه البزنس بروبلم بتاعتي ولا لا? يبقى انا بعد ما خلاص اخدت القرار ان انا هشتغل لازم ان انا اكوليكت الديتا والديتا كمان بتاعتي لو محتاجة لو انا هشتغل لازم اعمل للديتا. لازم اقول اللي مش فرد. لازم لو حدينه صور لازم اقوله في المكان العربية في الصورة. فكل ده لازم ابدأ اجهزه. ما تنسوش ان فيه عندنا ممكن ان هي تساعدك في موضوع بتاع الديتا. بعد كده هال الديتا بتاعتي مزبوطة? هل في حاجة نقصة في الديتا بتاعتي? هل الديتا بتاعتي محتاجة اعمل لها الاول قبل ما اشتغليها تترين الموضل بتاعي ولا لا? طب هل الفيتشرز بتاعتي كلها موجودة وموجودة بالشكل الصحيح ولا لا? هل محتاج ان انا ازود فيتشرز او اقل الفيتشرز? طيب بعد كده هختار الالجوريثم اللي انا هبدأ اشتغل عليه. البيزنس مسلا زي زي ممكن يبقى عندي اكتر من الالجوريثم. ايه احسن الالجوريثم هيشتغل معاك? حقيقة مفيش علم واضح بيقول لك ايه الالجوريثم اللي هيمشي مع الديتا بتاعتك? العملية شوية بتتم عن طريق شوية تجارب في الاول. فلو سمحت اعمل التجارب دي وقرر انهي الالجوريثم احسن ليك مع الديتا بتاعتك وانهي. ايه البرامترز اللي انت المفروض تشتخد مها اا مع الالجوريثم بتاعك? كل الالجوريثم يا جماعة بيبقى معاه شوية بارامترز. بتزبط بتاعت الايه المودل بتاعك او الالجوريثم بتاعك. بتزبط الااااااااااااا او Lars الخاصة بالمودل بتاعك. فكل الالجوريثم بيبقىر به بارامترز. نقدر ان احنا نغير في البرامتر دي شوية عشان نزود الاكريسي بتاعة الموديل بتاعي. طيب انا خلاص اخترت الالجوريثم بتاعي عرفت الالجوريثم اللي انا هستخدمه. ابدأ الموديل بتاعك. هل دي فعلا الاوتوت اللي انت محتاجه من الموديل? هل ده الاوتوت اللي البيزنس بتاعك محتاجه ولا لا? طب لا ما طلعش ان هو دوت الاوتوت اللي انا مستنين. اعمل بقى تيون للموديل بتاعك. ازبط بقى ظبط الهايبر برامتر دي شوية. اللي بتزود الاكريسي بتاعة الموديل. وابدأ تاني اعمل تستي وشوف وتأكد. طيب خلاص الحمد لله وصلت لي ان انا وصلت ان انا عملت ميتنج لبيزنس جولز بتاعتي. ابدأ اعمل ديبلوي للموديل بتاعك. وابدأ شغله في بتاعتك. ممكن بعد فترة البرفورمانس بتاع الموديل بتاعك ما يكونش احسن حاجة. بيقل مع الوقت. ليه ممكن البرفورمانس بتاع الموديل او الاكريسي بتاعت الموديل تقل معي مع الوقت? اول حاجة ممكن ان انت يحصل تغيير في اسعار البرودكس بتاعتك مثلا. في الوقت ده انا محتاج ان انا اريترين الموديل بتاعي على الاسعار الجديدة. ممكن كان فيه مثلا تضخم في البلد عندك مسلا. سعر الدرار اتغير مسلا. فالاسعار كلها اتغيرت وبالتالي محتاج ان انا اريترين الموديل بتاعي. او حتى فور فبعض الاحيان البرفورمانس بتاع الموديل بتاعي بيقل ومش عارفين ليه. فور انون ايه ريزونس. بالضبط. ممكن يحصل. كل ده ممكن يؤثر على ممكن تتغير بعد فترة. ممكن اول ما بديت الشركة بتاعتي كان مسلا اه السبسكريبشن ديت بتاع الكاستمر بيقصر معايا لما الشركة بقالها تلات اربع سنين فالسبسكريبشن ديت ما بقاش بيقصر او ما بقاش بيقصر نفس التأثير اللي كان بيقصره اول مفتاحة الشركة دي بنسميها كل دي كلها دي كلها حاجات دكتور فادي تخليني احتاج ان انا اعمل للموديل بتاعي. طيب لو انا بقى ما عملتش ميت للبيزنس جول بتاعتي ممكن ان انا اعمل ممكن ان انا اغير طريقة ممكن بدل مسلا اما كنت بستخدم مسلا اه بتاعي مولود يوم ايه الساعة كامل اه مولود يوم ايه مسلا شهر ايه سنة ايه? لا ممكن اقول عمر الكاستمر بتاعي. فاستخدم الاج بدل ممكن اعمل شوية تغييرات في الفيتشارز بتاعتي. او ممكن ما تكونش الديتا بتاعتي كانت كافية. فبالتالي احتاج ان انا اكلكت ديتا كمان من اول وجديد. وممكن الديتا اللي كانت عندي ما كانتش بتريبريزنت كل البيزنس سيناريوز. فكان في شوية ديتا نقصة. فممكن اكلم الناس بتاعت الديتا. يا جماعة الديتا اللي عندي مش بتريبريزنت كل السيناريوز اللي البيزنس بتاعي محتاج لها. ممكن لو سمحتوا تدوني ديتا للبيزنس كيس اللي مش مضغطيه في الديتا بتاعتي. طيب نتكلم على البروبلم فرميليشن. هنا هوت مسلا في البروبلم فرميليشن. you want to identify fraudulent credit card transactions. so that you can stop the transaction before it's processed. why? انا عايز اقل للنمبر of customers اللي بيخل اللي بينهو الكريدت كارد بتاعي نتيجة الاحتيالات اللي بتحصل عندي. فانا عندي مشكلة في البنك بتاعي ان الناس بتوقف الكريدت كارد نتيجة ان بيحصل احتيالات على الكريدت كارد ديت. فالهدف من الماشين ليرنينج موضل اللي انت عايز تعمله انك انت بتقلل عدد اللي هيسيبه البنك. طيب ممكن لو سمحت تديني ممكن لو سمحت تقول لي انت عايز تقلل عدد دول بقد ايه? اه عايز اقللهم بنسبة عشرة في المية بنسبة عشرين في المية بنسبة اربعين في المية. لازم يكون في حاجة نقدر نقيس عليها تاعة الموضل بتاعي. وبالتالي لما ابدأ اديبلوي الموضل بتاعي في البرودكشن ويبدأ فعلا عدد الكاستمرز اللي بينهو الكريدت متيجة الفراد دي قلل بعشرة في المية يبقى انا فعلا ان الموضل بتاعي نجح. تمام? فلازم احول بتاعتي الى حاجة اقدر اقسها الى اه سوري الى حاجة ينفع ان احنا نقسها. طيب بعد كده نقدر نروح الى الكوليكت وي ليبل للديتا. الخقيقة احنا لازم نتأكد ان الديتا اللي كافية للماشين ليرنينج موضل بتاعي. وكمان ان الماشين ليرنينج موضل بتاعي في كل الديتا اللي انا محتاج لها اللي بتربزنت كل اللي موجودة عندي. فلماشين ليرنين بروبلم نيد الواتف ديتا. ودي حاجة على فكرة لازم تحطها في اعتبارك كويس جدا. لو ما عندكش ديتا كافية تمام? اول ما حد بيبدأ يتكلمني على طول على ماشين ليرنينج اقول له عندك ديتا. لو ما فيش ديتا الموضوع خلص. مش هنينفع نعمل اصلا الموضوع ده واتخلص. طيب. بنسميها observations. where the target answer or predict already known. اللي هو ده بقى اللي احنا بنسميه السوبرفايزد ماشين ليرنينج. فهنا مثلا ادي اسم الكستمر. الديت اللي بيعمل فيه ترانز اكشن. عملها عن طريق مين? الاماونت كتقد ايه? هل بقى الترانز اكشن دي كتفرد ولا نوت فرد? ده بقى اللي احنا بنسميه عندنا بنسميه ايه? بنسميه الليبل. ده اللي احنا بنعلمه. ده المدرس بتاعي. خلاص? الكولوم ده اللي بيمثل المدرس بتاعي. ان الترانز اكشن دي مش فرد. لا الترانز اكشن دي فرد. الترانز اكشن دي مش فرد. الترانز اكشن دي فرد. وكزا. فده الليبل بتاعي. فكل البرامترز دي بنسميها features. والكولوم بقى اللي بيقى موجود فيها الترانز اكشن دي فرد او لا. ده اللي بنسميه الليبل. او ساعات كمان بنسميه التارجت طيب ازاي بقى AWS هتساعدنا في موضوع الماشين ليرنينج دوت اول حاجة هو مش احنا محتاجين ديتا طب الديتا دي مش محتاجة فعندي من الستورج ده بقى الكلام اللي احنا كنا اخدناه في AWS زمان فاللي هو قبل رمضان فاحنا عندنا الاس 3 واتفقنا ان الاس 3 بتكون كويسة جدا في حتة طب ليه هنا انا محتاج بقى ممكن الديتا بتاعتي تكون ان انا ادرع من لها في جداول وبالتالي هي او ممكن ان هي تكون صور انا عايزة فعايز وبالتالي الاس 3 بتكون حل كويس جدا في لانها بتقدر تشيل انواع مختلفة من الديتا زي الستركتشورد والانستركتشورد ديتا كمان عندنا الFS خلاص اللي هو فس اكس فور ويندوز مثلا ان انا اقدر اعمل بيشتغلوا بيه الويندوز اوبراتينج سيستم عندي كمان اي اف اس اللي انا اقدر اعمل شيرد فايل سيستم ما بين بيشتغل بيه لينكس طب ايه اخبار بقى عندي عندي اللي هو بتاعي عندي ديتا تقدر تشيل فيها ديتا فعندي ان انا اقدر تشيل فيها الديتا ويكون فيه معاها بتاع الطائب فا اي دابلوز بتوفر مختلفة للديتا والستوريش بتاعت الديتا سواء كانت او عندي كمان سيرفيس في اي دابلوز اللي احنا بنسميها جلو ويمكن جلو هيكون التفاصيل بتاعتها ممكن تكون اكتر شوية مع الديتا لكن الجلو عندنا بيشتغل اللي احنا بنسميها اللي احنا بنسميها ال اي تي ال سيرفيس ان انا اقدر ان انا اسحب الديتا من الديتا سورسز المختلفة واقدر اللي بسميها وعمل لها اغير شكل الديتا شوية وبعد كده اعمل لها لود في في ستوريش تانية فتخيل دي ممكن تساعدني في ايه تخيل انت شركة الشركة دي فيها اكتر من كل سيستم دي الديتا بيس بتاعته وكل سيستم معا الديتا بتاعته فاقدر ان انا استخدم جلو اقدر ان انا استخدم الديتا ان انا بسحب الديتا من السيستم المختلفة وحطهم في ديتا ستوريج زي مثلا وحضر الديتا دي هي اللي هتبدأ بعد كده تشتغل مع الماشين بتاعتي فحيكون الديتا او هيسحب الديتا من السيرفيس المختلفة او من السيستم المختلفة ويبدأ يحطها في مكان واحد متجهز بقى المكان الواحد ده عشان يبدأ يدي الديتا للماشين ليرنينج موضل بتاعي عشان اقدر عمل له ترينينج المكان بقى اللي هو المشترك ده اللي احنا بن سنترالايز ديتا ديتا اللي احنا بنجمعها ونحطها في مكان مشترك او مكان سنترالايز ده بنسميه سورس أوف توث ده مكان بنقدر ان انا اعتقد كل الديتا اللي انا محتاج لها كمان ممكن ان انا انواع الموجودة ممكن الديتا سورس دي بتكون ديتا موجودة جوه الشركة بتاعتي هي ديتا اللي انا هستخدمها في الماشين ليرنينج الموضل بتاعي ممكن انا اجيب كوميرشيال ديتا ديتا طبعا بتكون موجودة بفلوس لو انت عايز تشتري الديتا دي وشفنا قبل كده مع بعض ال ال كان فيها ديتا كان فيها ديتا بفلوس وكان فيها ديتا فور فري فممكن لو انت لقيت الديتا اللي انت عايزها الخاصة بالبيزنس كيس بتاعتك ممكن تخش وتعمل لها اه وتشتريها من او ممكن كمان انك انت تعتمد على ديتا زي اللي موجودة مسلا في كاجل اه وورلد هيلث ارجان سينيس بيرو وناشنال اوشانيك والاتمسفور وادمستريشن يوسي ايرفن ميشن كلاس و اي دابل اس فدي كلها عبارة عن ويب سايت هتلاقي فيها open ديتا تدار تخدها ببلاش وتدار تستخدمها في الماشين ليرنين موضل بتاعتك طيب عايز بعد كده ااااااا태 بتاعتي اي ديتا النومبرز اي ديتا اللي هو التكست وازاي اقدر ان انا حول التكست الارقام لان انا الماشين ليرنين ازاي اقدر ان انا حول التكست دو الارقام وطبعا فيه تكنيكس مختلفة ازاي اقدر احول الديتا بتاعتي الى ارقام عشان تدخل جوه المواضل بتاعي ويبدأ يفهمها. هاقدر كمان ان انا اعمل انا عايز مسلا اشوف الديتا عندي كاملة ولا مش كاملة ففي ديتا نقصة ولا ما فيش ديتا نقصة. فمحتاجة اعمل شوية على الديتا بتاعتي اتاكد ايه الديتا اللي نقصة موجودة في انهي موجودة في انهي ايه الديتا الديتا موجودة مسلا عالية جدا. اه سي مسلا انا لقيت مسلا عمره واحد موجود عندي في الديتا اه متين سنة. تقول لي ايه ده معقول? هديك انت قلت ما ينفعش يبقى حد عنده متين سنة. طيب ليه ممكن يكون حصل غلط. الرباب اللي هو بيكتب عمر مسلا بدل ما يكتب عشرين كتب متين بالغلط. خلاص? والديتا جات لي بالطريقة دي. لازم عالج الديتا دي قبل ما تخش للمشين ليرنينج موديل بتاعتي. لان المشين ليرنينج موديل بتاعي ممكن يبدأ يطلقبط ويفتكر ان فعلا في حد عنده متين سنة ويبدأ يحط الديتا على ان في حد عنده متين سنة. فلازم اعالج المشاكل دي كلها قبل ما اه 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 ابدأ اعمل ايه اه ترينينج للموديل بتاعي. محتاج ان انا ابص اخد نظرة كده على الديتا بتاعتي. فمثلا كل ما الديتا بتاعتي تكون تبع النورمال دستريبيوشن كيرف او تبع تكون نورمال دستريبيوتد بيكون احسن. طب انا هعرف الكلام ده ازاي? محتاج ان انا اتفرج على الديتا. محتاج اتفرج على جرافز. محتاج اتفرج على لقطة الفيتشورز مع بعضها عاملة ازاي? لان علاقة الفيتشورز مع بعضها ممكن تأثر على تاع الموديل بتاعي. دي على شكل على شكل بقى هستو جرامز آآ كل دي انا محتاج اشوف الديتا على هيئة ايه? انك تفهم الديتا دي بتكون حاجة مهمة جدا. before you can run statistics on your data you must ensure that it is in the right format. فاول حاجة انا محتاج ان انا ابلود الديتا ديت عندي. فهنا مسلا شكل الديتا موجودة عندي كاستمر سيباريتد فاليوز. اللي هو اللي بنسميها السي اس في. فحتلاقوا الديتا هنا هوت مفصولة بايه? بكومس كده. عشان كده بنسميها كومة ايه? سيباريتد ديتا. فمحتاج ان انا عمل لها لود في الميموري الاول على هيئة تابيلر فورب. وهنا بنستخدم طبعا لو احنا هنشتغل بالبيتون. في البيتون بنشتغل بحاجة اسمها الباندا داتا فريمز. خلاص? والباندا داتا فريمز ديت بتكون جواها اقدر ان انا الود الديتا من كومة سيباريتد فاليوز الى تابيلر فورب. عشان اقدر بعد كده بقى ارن آآ آآ ديسكريبتيف اناليسيز عليها. اقدر اعمل داتا عليها وهكزا. الديسكريبتيف بقى الديسكريبتيف استاتيستيكس ان انا بجين انسايتس على الديتا بتاعتي. عايز اشوف الديتا كلها بشكل عام. ايه الديتا اللي موجودة عندي? آآ آآ عايز مثلا اه اشوف مثلا آآ في كام ريكوردز عندي فيهم ميسينج ديتا. في كام كولوم عندي في ميسينج ديتا. آآ كل ده ايه كام كولوم عندي موجود فيه كلام وكم كولوم موجود فيه ارقام. محتاج ان انا اعمل على الديتا بتاعتي. عايز كمان اتريبيوتي استاتيستيكس. هل الكولوم دوت معين في ديتا نقصة? هل في ديتا اكبر من اللازم او اقل من اللازم اللي احنا بنسميها هل الديتا تبع لانها لو مش نورمالي ديستريبيوتيت محتاج ان انا اخد عليها شوية اكشنز عشان تبقى نورمالي ديستريبيوتيت. العلاقات ما بين الفيتشورز وبعضها اللي بنسميها المالتي فاريينت استاتيستيكس. الفيتشورز وبعضها عاملة ازاي? غالبا لما بتكون في فيتشورز العلاقات بينهم قوية قوي. غالبا باخد واحد فيهم ما باخدهمش كلهم. ليه? لان ساعتها الموضل بتاعي بيكون بايست ناحية الفيتشورز اللي هي بتكون معاها كوريليجن مع بعض جامد. ففي الوقت ده لازم اشوف الكوريليجن او العلاقة ما بين الفيتشورز وبعضها لو لو اقيت في اتنين فيتشورز. العلاقة بينهم قوية غالبا بحتاج ان انا اوقع واحد فيهم او ادروب واحد فيهم. ادي مثلا اشكال مختلفة من الاستاتيستيكس. لو انا مثلا شفت الهيستوجرام بالشكل ده. خلاص. الهيستوجرام ده اه لا الديتا كده مش نورمالي ديستريبيوتيد. الديتا كده غالبا كمان عندها شوية ناحية الجزء ده واحد كده. فده ممكن يكون عندها شوية بوسط في ايه? السكاتر بلوتس. السكاتر بلوتس دي برسمه ما بين اتنين فيتشورز. اه لا هنا واضح ان ما فيش كوريليجن ما بين ايه الفيتشورز دي. لكن لو لقيت الديتا مسلا عاملة بالطريقة دي كده. اه يبقى لما واحد بيعلى التاني بيعه بيعلى يبقى غالبا هنا فيه كوريليجن. لازم عالج المشكلة دي. غالبا هحتاج ان انا ادروب واحد في الفيتشورز دي. البوكس بلوتس بيساعدني ان انا الاقي الاوتلايرز. كل دي عبارة عن ارقام غالبا دخلة غلط. لانها عالية زيادة عن اللزوم. خلاص? فكل ده انا هقدر اشوفه بالستاتيستيكس واقدر ان انا اشوف شكل عام على الديتا بتاعتي. بعد كده هقدر ان انا اعمل فيتشورز انجينيري. فممكن ان انا بقلل عدد الفيتشورز او ان انا ممكن ازود عدد الفيتشورز. فهنا ممكن ان انا اعمل فيتشور اكستراكشن. ممكن مثلا ان انا عندي اتنين فيتشورز اخليهم واحد. لأ ده ممكن واحد اخليه اكتر من ايه من فيتشور. مثلا انا عندي مثلا تاريخ ميلاد الايه الكاستمر. انا ممكن ابدله بعمر الكاستمر. لا انا ممكن انا يهمني اعرف هو مولود في انهي شهر وفي انهي يوم. وبالتالي حقسم الديت بتاعي لاثنين كولومز. واحد خاص بالشهر واحد خاص باليوم. ممكن واحد كمان خاص بالسنة. اه فممكن اعمل فيتشورز سيليكشن. انا عندي اتنين كولومز. واحد خاص بالمبيعات واحد خاص بالارباح. طب ما هو طبيعي لما الارباح هتزيد طبيعي الايه? لا سوري لما ما بيعدت زيد الارباح هتزيد. ممكن اتروب واحد فيه. وغالبا في الوقت ده هتلاقي فيه جامد ما بين التو فيتشورز دول. طب انا مش بحتاج الاتنين. واحد بالنسبة لي يعتبر كفاية. فلازم ان انا اقدر اعمل فيتشور انجينيرينج اختار شوية ايه هي الفيتشورز اللي هتساعدني في بتاعتي. بعد كده. الموضل بتاعي. وقبل ما ابدأ اعمل للموضل بتاعي لازم اقسم الديتا بتاعتي. لازم اقسم الديتا بتاعتي تمانين في المية هستخدمهم في الترينينج. عشرة في المية هفاليديت الاختيارات بتاعتي في الموضل بتاعتي المختلفة. مش احنا قلنا انا عندي مختلفة. فبالتالي محتاجي ان نعمل شوية تاستينج. عشرة في المية هستخدمهم في الموضل ده احسن ولا الموضل ده احسن ولا الموضل ده احسن. وفي عشرة في المية من الديتا دول بقى هشيلهم على جنب خالص. محدش هيشوفهم خالص. لما اعمل ترينينج اختار الموضل الالجوريزم المناسب. واعمل له ترينينج واعمل له تيونينج. وكله خلاص زي الفل. انا خلاص بقى. جاهز ان انا اطلع على الproduction ساعتها حبدأ ايوالويوية الموضل بتاعي على ال تيست دي 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 بتبقى اخر مرحلة خالص. لازم الموضل بتاعي قبل ما يبدأ احطه على الproduction لازم اعمل له تيست على ديتا هو ما شفعاش قبل كده. الموضل ما شفش الديتا دي هو بيتعمل له ترينينج او بيتعمل له trazings لا بان ديت يا جماعة الديتا اللي هتبقى زي الديتا تعت ال production بالζبط هو الديتا بتاعت ال production الموضل بتاعي هيكون عارفها قبل كده لا مش هيكون عارفها. فبعمل سيميوليشن كأن دي الديتا اللي جايانه في البروداكشن ديتا ما شافهاش قبل كده خالص ما يعرفش عنها اي حاجة زي الديتا اللي هيقابلها في البروداكشن برضو ديتا ما شافهاش قبل كده وعشان كده لازم اقسم الديتا بتاعتي الى 3 اجزاء ديتا باستخدمها في الترينين فاليا ديتا بفاليديد بيها الموضل بتاعي ممكن ده استخدمه اننا هيقابل ترينينج وتأكد ان هو بقى تريند وبقى تيوند قبل ما نزله على البروداكشن على طول استخدم معاه التست ديتا التقسيمة الطبيعية 80-10-10 لو الديتا عندك كتير وكفاية ويعني الحمد لله ديتا كتير يعني خليها 70-15-15 بعد كده هابدى اختار بقى الالجوريزم بتاعي انا خلاص اسمت الديتا التست ديتا اللي احنا اتفقنا عليهم دول حاشيرهم على جنب محدش هيشوفهم خالص وبعد كده هابدى اختار الالجوريزم بتاعي السيج ميكر عنده بيلت اين الالجوريزم خاصة بيه فيه عندي الالجوريزم خاصة بالكلاسيفيكيشن بالكوانتيتيتف ريكمنديشن حاجات خاصة بالانسوبرفايز حاجات متخصصة في الامج كلاسيفيكيشن والناشرال لانجوش بروسيكيشن فعلى حسب البيزنس كيس هتبدأ انت تختار الالجوريزم بعدك طيب سي مثلا انا البروبلم بتاعتي عبارة عن كلاسيفيكيشن طب من عندي اتنين الالجوريزم اكس جي بوست ولينير ليرنر انا واحد احسن ما نقدرش نقولك طب هنعمل ايه هنعمل شوية تاستينج هنجرب شوية على الاكس جي بوست ونجرب على اللينير ليرنر كده رفلي بسرعة هيدينينا شوية كده انديكيشن اني موضل شغال معدتها بتاعتي احسن وده حامل عرفت ان الموضل ده احسن من ده عرفت والله خدت القرار ان انا بشتغل باللينير ليرنر ابدأ بقى ازبط الهايبر برامتر تيونينز اللي بتأثر في البرفورمانس بتاعت الموضل بتاعي تمام خلاص زبطت كله تمام هطلع بقى ببقى البروداكشن خلاص لا استنى هات بقى التست داتا الاول اللي انت كنت شغيلهاي على جنب دي اللي ما شافهاش قبل كده ومعرفش عنها اي حاجة اعمل باليديشن ليه الموضل بتاعك ويعمل له تستينج قبل ما يطلع على البروداكشن لو اديك نتائج بتميت البيزنس نيدز اتفضل حضرتك يعمل له ديبلوي على فاخدت القرار ان انا هبدأ اديبلوي الموضل بتاعي على البروداكشن طيب كلي بالك ان احنا اتفقنا ان ان اللي انا هستخدمها في الترينينج مش هي اللي انا هستخدمها في البروداكشن او في البروداكشن او في البروداكشن فممكن ان انا استخدم مثلا او في الترينينج واستخدم مثلا في ال ديبلويمنت او الكمبيوت ايه اوبتومايز في الايه او الميموري اوبتومايز في الديبلويمنت سوري. تمام? فاختار الماشين المناسبة ليه الالجريزم بتاعك. طبعا لو هستخدم في الديبلويمنت غالبا هتحتاج انفرانشيا. لو اه لو انت ما عندكش ديبلرنينج ممكن ساعتها يكون الميموري اوبتومايز اه اه اختيار كويس ليك توفر سعره في نفس الوقت هتبقى ساعته كويس. خلي بالكم يا جماعة. لما باجي اعمل. انا ممكن اعمل على ممكن ان انا استخدم النوتبوك. وبعد كده بقدر اعمل من اقدر اعمل ترينينج. وبعد كده اقدر اعمل او الديبلويمنت. من مميزات ان هو بيخليك تعمل ماشين للنوتبوك وبيخليك ترم ترينينج آآ شينز تانية او تشاغل ماشينز تانية للترينينج وتشاغل ماشينز من النوع تاني liverens. وده طبعا بيكون كويس عشان انت محتاج different machines لل different scenarios. في نفس الوقت انا ممكن اتشغل ماشين ضعيفة للنوتبوك. ماشينز قوية جدا للترينينج. ماشينز نص نص لل toughshow. وبالتالي انت متجيش مثلا تشاغل powerful machine للنتبوك فبالتالي تدفع فلوس كتيرة. لا هو بيخليك تشغل الماشين المناسبة لكل ايه? لكل يوز كيس عندك. بقى دلوقتي نيفاليويت كمان الموضل ايه بتاعي. وهنا لازم ان انا اختار الساكسيس متريك بتاعتك. فهنا البيزنس بروبلم طيب فهنا بيقولك الساكسيس متريك ان عشرة في المية في الجايين. فابدأ بقى والله الموضل بتاعي. انا عملت له بقى تعالى بقى نشوف اذا كنت فعلا حقل العدد بتاعي اللي بيسيبه البنك بنسبة عشرة في المية ولا لأ? طيب احتاج ان انا لا ده انا محتاج اعمل تيونينج للموضل بتاعي. فممكن ان انا اعمل تيونينج للموضل بتاعي عن طريق تيونينج للهايبر برامترز. خلاص انا اخلي بالكو انا من الاول اخترت ان اللينير ليرنر احسن من الاكس جي بوست. مسلا. تمام? طيب. انا لما جيت اعمل للموضل بتاعي برضو حسيت لأ ان ممكن يبقى احسن من كده. انا احتاج ازود الاكتفى ان كل موضل بيكون مع مجموعة من الهايبر برامترز والهايبر برامترز دي انا اقدر اغير فيها بشوية كده يزوده البرفورمانس بتاع الموضل بتاعي. فعلى فكرة الموضل بتاعي ممكن يكون عنده هايبر برامترز كتير جدا. وبالتالي انا محتاج تساعدني في ان انا اعمل الايه? التيونينج بتاع الهايبر برامترز بتاعتي دي. علشان كده في اقدر ان انا اشغل حاجة اسمها ان انا اقدر اعمل لأكتر من موضل عندي باستخدام مختلفة. وهو يقدر يعمل لأكتر من اه لأكتر من مع الهايبر برامترز بتاعتك وفي الاخر يقدر يقولك والله ان دي كانت احسن ودي اديتك احسن النتائج بالنسبة للموضل بتاعك. فاقدر اخده واستخدمه على طول. لان طبعا ان احنا نعمل للموضوع دوت بشكل مانيول. الموضوع طبعا بيكون صعب جدا جدا. انت بيكون عندك مجموعة بيرة من الهايبر برامترز ممكن برينج مختلفة من الارقام. وبالتالي انك تعمل الموضوع ده مانيولي بيكون صعب جدا. فالهايبر برامتر تيونين جوب. خلاص? ببدأ ادي له رينج الارقام. بيبدأ ان هو يشغل ترينين جوب بمجموعة ارقام معينة للهايبر برامترز المختلفة. وفي الاخر خالص هيجي يقولك والله ده احسن موضل عندك. خد ده بالهايبر برامتر دي وديوة اللي تقدر تشتغل بيها على طول في بتاعك. طيب ايه دابيو اس اند ماشين ليرنينج? زي ما قلنا بقى ان السيج ميكري جماعة بيساعدك في البايبلاين كلها من اولها لغاية اخرها. فالسيج ميكر مش مجرد بس ان انا بشغل منه النوت بوك. مش مجرد بس ان انا بعمل ترينينج. لا ده بيساعدك من اول ما بتعمل ديتا كوليكشن ديتا بروسيسينج موضل تيونينج ايباليواشن ديبلويمنت. يراقب كمان الموضل بتاعك بعد ما تعمله ديبلويمنت. ولو في حصل اي اه ديجراديشن في تاعت الموضل بتاعك. كمان يقدر يقولك ويديك الارب. وكمان بقى لو انت هتستخدم السيج ميكر ستوديو كمان ممكن هو يبدأ يشغل عملية ترينينج اوتوماتيك. مجرد انه بيبدأ يحس ان البرفورمانس بتاع الموضل بتاعك قل يقدر يعمله ريترينينج ويقدر يعمله ديبلويمنت كمان اوتوماتيك. واحنا عادين نايمين في البيت هو بيعمل كل ده. طيب.